الفساد عباد الله مسؤول مرتشي هيمنت مصالحه الشخصية على قراراته وسيطرت المحابات والمحسوبية على تعييناته فيوسد الأمور إلى غير أهلها ويمنعها الجديرين بها الفساد عباد الله موظف قبض راتبه ولم يؤد واجبه يأخذ الذي ليس له ولا يؤد الذي عليه يبيع أمانته يبيع ذمته بالابتزاز ويخون أمانته بالاختلاص الفساد عباد الله متنفذ بلا ذمة ومقاول لم يتق الله ربه رست مناقصته بالرشوة وفرض شركته بالسطوة يتأخر المشروع عن أوانه وتكثر الأوامر التغييرية بلا مسوق في أثناءه ويفش الغش والخلل في تشييده وبناءه ويدفع الرشاوي عند تسليمه واستلامه عباد الله إن الفساد داء خطير وشر مستطير إذا دخل السلطان بدده وإذا دخل العالم أفسده وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها إذا تسلل إلى الإيمان أفقد الحياة الأمان إذا الإيمان ضاعف لا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا إذا دخل قطاع الأمن فقد العيش الأمن وكيف العيش حين يكون خوفي وما أخشاه مصدره أماني إذا دخل قطاع الصحة غادرت ساحته الصحة وكيف يصح جسم من سقام إذا كان الثقيم هو المداوي وإذا دخل التربية والتعليم ضاعت التربية وضاعت تعليم وإذا المعلم زاق لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا وإذا دخل الفساد سوق المال ساء المنقلب والحال